الاختيار المسلسل اللي بيكسر الدنيا كل ما ينزل كل سنة بقالنا 3 سنين الحمد لله والشكر لله المسلسل من نجاح الى نجاح اعلى واكبر واوقع واكثر تأثيرا من الجزء اللي بيبقى قابله يعني تلاقي الجزء الاول رائع جدا بعد كده نتفاجه بان الجزء التاني اروع وبعدين نلاقي الجزء التالت اروع واروع وجزء كبير جدا او بالمناسبة حجم كبير جدا من هذه الروعة بتاعة الجزء التالت متعلق بالتوثيق انا مش هسميه تسريب لان هو توثيق كان توثيق حقيقي اللقطات الحقيقية اللي بيظهر فيها اعضاء الجماعة غير المباركة هي توثيق توثيق لاجل التاريخ ولاجل الاجيال ولاجل العالم ودي حاجة مهمة لاجل العالم فيرى العالم عبر الدراما التلفزيونية المصرية ما الذي كان يضمره ضمير هذه الجماعة غير المباركة كان اللي بيجول في ازهان وفي خواطر وفي قلوب وفي ضمائر قيادات هذه الجماعة المتوحشة هؤلاء المجموعة من المجرمين عتيدي الاجرام قتلا وسرقة ونهبا وخطفا واحتيالا واغتيالا وتفجيرا وتكفيرا دول جماعة الاخوان ولا توجد جماعة في العالم تباريهم يعني هتلاقي الاخوان دايما وحصلين على المركز الاول في اي دنو وفي اي تسفل وفي اي اجرام دي الجماعة وبالمناسبة دي مش خواطر بتقول في ذهن كاتب او في ذهن مزيع او في ذهن صحفي او في ذهن مشاهد ده احنا بنتكلم على توثيق مسجل صوت وصورة فيبقى فاضل ايه يمكن نحكي مما لنضمن الحاجات بخير تتفكر هو لو الاختيار اربعة السنة الجاية بقى في عندنا اختيار اربعة هيتكلم عن ايه ويا ترى هيكشف لنا ايه ولا ايه ولا ايه لا اله الا الله على كل هرجع بقى هنا للشخصيات اللي تم لعب ادوارها عن طريق ممثلينه ونجومنا الحقيقة في مسلسل الاختيار وبظن دايما انه بتبقى فيه صعوبة شديدة انك انت تعرف تجسد شخصية حقيقية انت المواطن البني ادم المشاهد العظيم شافها شافها وتفاعل معاها يعني كل الناس اللي احنا بنشوفهم في الاختيار شفناهم وتفاعلنا معاهم بصرف النظر ان فيه بعض الشخصيات طبعا ظهر بغير اسمائها الحقيقية زي مثلا ان الضابط زكريا على سبيل المثال او الضابط مصطفى احمد السقا على سبيل المثال ما نعرفش هم مين في الحياة الحقيقية الحالية اللي احنا موجودين فيها يعني ما نعرفش هم مين بالزبط ومش من المفروض نعرف بالمناسبة برضو وده حفاظا على حياتهم وحفاظا على ما يحملونه في ادهانهم من ملفات غاية في السرية غاية في الحساسية بس كمان فيه ادوار تانية اللي هي مثلا زوجات الضباط طيب الزوجة او يعني مثلا هيدي كرم ادرت ازاي تجسد شخصية الزوجة وقابلتها ولا ما قابلتهاش يعني معرفش خليني اخب معايا هيدي كرم على التليفون ازاك يا هيدي متقلقة كما جرت العادة ربنا يخليك يا يوسف مرسي ومتشكرة قوي كل سنة ومصايبين ورمضان كريم وكل مصر طيب احنا كلنا صايمين بقى الشهر ده وكلنا هنعيد برضو يعني على اخر الشهر كده يعني خليني الاول هنيكي على الدور بتاع السنة دي وعايزك تحكيلي عنه اكتر يعني انت عرفت الدور ده ازاي وكو انتي ازاي وبانتي ازاي عشان نقدر نشوفك بهذا التقلق ربنا يخليك بص هو في البداية طبعا انا اول ما قالولي احنا عايزينك في مسالسة الاختيار يعني ما سألتش عن تفاصيل يعني ما سألتش هعمل ايه ولا الدور ايه ولا اي حاجة يعني المشاركة في مسالسة عظيم زي ده مهم زي ده بيبقى شرف لاي حد وبيبقى اضافة لاي حد وبنبقى كلنا نتمناها يعني فلما قالولي زوج الزابط وحكولي تفاصيل الشخصية لانه يعني الشخصية اللي انا بلعب دورها فاطمة عندها تفاصيل اعينة ومش بتقول وشايل الحمل لوحدها وبتعاني معاناة في صمت فالتفاصيل دي عجبتني جدا فالحقيقة انا لما بدأت تصور وعيشت الحالة وعيشت التفاصيل عرفت يعني ايه الفتات الزوجات الفاضلات يعني زوجات الزباط عايشين حياة صعبة وقصية وانا بيتعالي ان دول الجنود مجهولة لانه الحقيقة ان هم بيعانوا معاناة نفسية وعصبية وجسدية كبيرة انها بتبقى متحملة مسؤولية البيت والاولاد والتفاصيل دي وقلقها المستمرة على جزها وخوفها المستمرة على تفكيرها المستمرة فيه فغيابه ممكن لفترات طويلة خصوصا في المرحلة اللي بتكلم عنها المسلسل كانت مرحلة حرجة جدا وكل الناس كانت على يعني على أسم استعداد لأي موقف ممكن يحصل فكان فيه توتر عام احنا واشنا عاديين في بيوتنا كجمهور عادي وكشعب عادي كنا قلقانين وخيفين ومتوترين فما بالك الفتات دي فالحقيقة شيء يعني انا تعلمت منه كتير الدور ده وانتبهت كتير لتفاصيل يمكن انا ما كنتش منتبهة لها قبل الدور ده طيب هنا بقى هسألك على ايه التفاصيل اللي لفتت نظرك وبنيتي الشخصية ازاي تفاصيل اللي لفتت نظري ان الزوجة الزابط وخصوصا من الزباط اللي في المراكز دي وفي المرحلة دي وفي الوقت ده من تاريخ مصر كانوا بيقضوا أوقات كتير جدا لوحدهم كانوا بيمكن يقضوا فترات طويلة مش قادرين يتوصوا مع أزواجهم مش قادرين يمكن يتطمنوا عليهم كانوا بيشوفوا حاجات في التليفزيون مرعبة ومش قادرين يتطمنوا على أزواجهم اللي بقى أنا بسميهم على خط النار وفي نفس الوقت هي لازم تخبرها من البيت وتتذكر للولاد وتبقى منتبهة وتبقى مركزة وتبقى متماسكة فكل حاجات دي أنا عشتها وأنا بصور فالحقيقة الموضوع بالنسبة لي كان رائع يعني رائع وغني كتجربة إنسانية أكيد تهنينا على الدور بصراحة وتهنينا على أدائك الرائع في المسلسل يعيدي كمجرد العادة ألف ألف شكر ليكي وشكرا على المكالمة ألف شكر ليكي وكل سلام وطيبين ورمضان كريم ورمضان كريم علينا كلنا ويا رب يجعل كل حياتنا كويسة وكريمة وممتلئة بالأعياد ترجمة نانسي قنقر